استفادت منطقة فردوة بولاية ميلا من نظام التدعيم بالمياه الصالحة للشرب من خلال دخول خزان ماء جديدة بساعة 200 متر مكعب حيز الخدمة حيث ستنهي الخدمة الجديدة معاناة الساكنة مع أزمة المياهة التغطية لسوفيان بوعون تدعيم بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من الرواق رقم واحد سد بنهارون هنا تم تخصيص 10 لتر في الثانية لهذه المنطقة التوسع السكاني قمنا بإنجاز حوالي 6 كم من قنوات 300 مم وخزان مائي بـ 20 متر مكعب وكذلك إعادة الاعتبار لشبكات المياه الصالحة للشرب للمنطقة فردوة وكذلك توصيل المياه إلى القطب الجديد وحاليا الناس الساكنة تستفيد بالمياه بطريقة عادية